خبر عن نادي الزمالك بيوقع عقوبة على بن شرقي علشان سافر بدون اذن اشرف بن شرقي اسمه بقى مرتبط بالازمات اشرف بن شرقي لازم يركز مع نادي الزمالك ولو مش هيعلم قيمة نادي الزمالك بيعو وسافر بعد مباراة سيراميكا قبل الماتش بدون اذن اداري مفروض تسافر بعد الماتش وتستأذن وهو قالك انا مصاب وروح جاي الراجل مسافر جماعة هو مبدأ مفيش حد اكبر من كيان كبير اسمه الزمالك او الاهلي طبق علي اللوايح مفيش لعيبة اكبر من فرقة سافر بدون اذن زم اللاعيبة دي بتروح تشتكيك بعد كده طبق لوايحك ققع على خصومات لا شفنا لعيبة بلكده سافرت وعلكده اشتكت نادي الزمالك الاساسي وكنت الجاميركا بتعشقه والجاميركا بتحبه واول ما مشي طالب دلوقتي كمان تاني ربعمائة الف دلار اقصع كوبة تلتزم لازم تفهم اللي انت في نادي كبير كبر اسمك كبر اسمك كنت جاي نادي الزمالك معلش مني عرفك في الوطن العربي كان في بلدك معروف على عينه وعلى راسي تيجي تلتزم اللي في كيان كبير لان انت بيليك مستحقات بتجري على اتحاد الدولي تشتكي نادي الزمالك فنادي الزمالك لازم وبعدين قبل معسكر منتخب انا بقى عندي معلومات اللي هو في دبي بيتفسح مسئولية لازم تستحمل مسئولية جماهيرك وتغوط جماهيرك ف وانا بقول لنادي الزمالك لازم تاخد بالك من النقطة دي اللعاب اللي شكيك وشفت مواقف كتير ما يجي بقى بالشكل ده امور التجديد دي حاجة خاصة بين اللعب ونادي لكن لا الحاجات دي اللعاب اللي مايركس لا لازم خصومات وخصومات رضاعة لان مفيش حد اكبر من الفرق ولو ما عملتش كده حيطلع لك تاني يوم واحد وثلاثية على العقد كده ازا ما بيتقال في بلغة الكورة يعني تلاقي الدنيا اللي في قط اللبس الدنيا بقى هتلاقيها ضايعة والعقد يفرد بقى خلينا بقى ننصح النصيحة الصح الغلط غلط وعكوبة صارمة اقصى عكوبة ده وجهة نظر كمان عندنا تصريحات مهمة جدا من من دبن الحاجات برضو لنادي الزمالك خليني في نادي الزمالك نادي الزمالك بيستقر على بيع سي سي في يناير وانجم يطلب الراحين اه والله يعني انا تاني هرجع اقول اللي هسي سي هل هيرجع لمستوى بعد الاصابة معارفش وانت العجلة دايرا انت النهار دا فلو هيجيب لك فلوس بيع وتستفيد الخزنة افضل وانجم راح للمدير الفني قال له انا مش هلعب خلاص عايز امشي فالمدير الفني رد عليه قال له عايز تمشي امشي بس الموضوع مش عندي الموضوع في ايد الادارة فانت اللي يحترم ناديه اهلا وسهلا مش يحترم ناديه مش كنا هروح للخبرين من النادي الاهلي مهمين النادي الاهلي لامور تسوقية احتمال كبير جدا او مهدد خليني اقول الالفاظ يعني او اللفظ في موقعه مهدد بالغاء المعسكر المعسكر في الامارات ليه في امور تسوقية النادي الاهلي كان في دماغه ارقام معينة مجدش الارقام دي كان في دماغه مبارات ودية لسه تجهيز لها لم يصلوا بعد بعض الامور فبالتالي معسكر الامارات مهدد بالالغاء وانا بنقل الصورة لحضراتكم في لحظتها ممكن بقى يحصل بقى بقى كان فراجة في الازمة دي ويروح المعسكر لكن لالغاء دلوقتي المعسكر مهدد من دمن الحاجات اللي عامل استياء داخل النادي الاهلي مسماني مسماني عمل تصرحات النهاردة غريبة الشكل اتكلم في الصحة وفي الجنوب افريقية وقال لك انا جاي لي عروض يعني لو انا النادي لقال لي شكرا حقدر اروح وتوقيته ليك مع ان انا فكرلك في اول مؤتمر دخلت قلوب الاهلوية وانت الاهلي الجماهير التاريخ ده انا اسعد واحد في العالم اللي انا موجود هنا وعارفين يا جماعة ما هو اللي بيفتح لك الباب هو دايما كده تبقى موجود في النادي الاهلي اسمك بيتعرف في الشرق الاوسط بالكامل بقى والخليج وعروض وفلة وفي كل مواقع مصر وما ادركها ما مواقع بقى وسوشيال ميديا يعني انت بتصحى منهم بتلاقي ان نفسك 300 400 خبر عشان مدير فني النادي الاهل وتصحى منهم بتلاقي 800 الف خبر عشان انت في نادي الزمالك وده الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي على مسماني لحد يقوله انا مساند وداعم لكن لازم تخلي بالك من تصرحاتك ماينفعش لازم تفهم الامور كلها الدنيا بقت صغيرة قد كده فلازم تخلي بالك من تصرحاتك لازم تعلم قيمة النادي اللي انت في لان الكلام ده مش موجود في الاهل بايلر قالك زوجتي ومش هينفع طب زوجتي تاني باي باي مش يلسى استناكم لما تعمل الغداء والعشاء والفطار في جماهير بالملايين عايزة بطولات اه انت مدرب كويس على عيني على راسي لكن المبدأ هنا تروح طالما انت مش مهتم بالنادي ومهتم بكل شوية زوجتي مش عارف فيه مشكلة لأ زوجتي لأ قالتلي ما تسافرش لأ زوجتي خليك بقى انت قاعد هناك ركز في المطبخ واحنا ملناش دعوة كنادي اه 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 المجلس القادرة اخد القرار فالمسلمان لازم يخلي باله من تصرحاته علشان زي دخلت قلوب الاهلوية وحب جبت بطولات افريقيا وابتدت يحصل تطوير على المستوى الفني للفرقة وعملت صفقات محترمة ليه تعمل تبخى كويسة وتيجي السقة الاوفر دي مش في محلها ده وجهت نظر لازم انت تبقى عارف المكان اللي انت فيه وجمهريته وشعبيته فالطبيعي لازم تصرحاتك تبقى منضبطة مش معنى اللي انت بجنوب افريقيا الناس مش هتشوف او التصريح نزل وانا حالة استياء بقى من الاهلوية عالسوشيال ميديا وكله بيناقش كل كل كلامك اللي انت قلته اللي انا فعلا مش عايزة اقوله لان بعدها ما تبشي كويس تاخد اجهزة روح استمتع مش تروح تخلص على نفسك